اليوم بعرر ماني ما كان وقته باقي شو صار بها السيكونس الأحداث كان فيه كمان voice notes circulating على واتساب بيقولوا ال voice notes كان عم بيقولوا انه شباب حركة أمل قولوا لهلأ لكل الشباب ما حدا يطلع من بيروت ما حدا يطلع من بيروت ما بتعرفوا اي ساعة الايادة بتطلبكن هاو دي ال voice notes كانوا عم بيوصلوا لوين هاو عم بيوصلوا لكمان الشباب اللي عادين بهذا الحي الثاني اللي دايما فيه تشنج بين بعض وعم بيسمعوا انه لأ معقول يكون فيه شي وبالتزامن مع تراند سبعة ايار على تويتر وبالتزامن مع كل الجو والشحن السياسة شو مستنظرين من عالم عايشين بنفس التاريخ تبع الحرب الأهلية عندهم نفس الألمنتز نفس الصور نفس الأغاني نفس التياب نفس المنطق ما صار فيه ريكونسيلياشن ما صار فيه صلحة بروجيه واحد مش صاير بين الشيح وعين الماني تاكسي ما بفوت من هون لهون ما فيه مشروع نقل مشترك ما فيه شي مشترك ما فيه شارع كفيات من هون لهون بس فيه انعزال فيه بس هيدا الحالة الانعزالية دايما بتطلع من وقت للتاني عالم بيشغلوها لأنه اتنايناتهم مستفيدين منها للطرفين شو مستنظرين وقتا يصير هيك حالة تشنج مش ضروري راح اولا انا يعني شو هتقولي رالف بايدون مرحبا لسردي شو مرحبا رالف لك يعني I think it's a privilege وقتا نحن نعمل سردي مع رفقاتنا وانا يعني صلي رفق معك من وقتا 17-20 وبعدين كمان مدى انت رجعت تعرفت عليه وبعتقد رالف هو من الليل بسردي اللي كنت عم بترجع عدة مرات يجي على عسردي طويتنا اللي هلأ مش وقتا مش وقتا بليز مش وقتا ليش عمل هيدا الشي رالف لأنه وقتا تعرفنا بعد نحنا ب 17-20 كنا بالشارع وبتعرف نحنا ما كنا كتير نسأل بعد شو بتعمل شو بتعمل إلا بركي بعد جمعة أو عشرة أيام وبعدين بسرقت الأوضاع وما كنا عم نتقوص سألتك انت شو بتعمل تلي معنا بشتغل بيشتغل بي strategic communications so للأشخاص اللي بركي ما بتعرف شان strategic communications فيك تقلنا شو بتعمل وكيف بيزبط على الوقع طبعا الوقع باللبنان أول شي شكرا كتير لا سيدة فيتكن صراحة أنا بطلت قدر قول لمعين لا خلال خلال ورفعتنا كمان ويلا خلاص إذا بقل له لا مش هقل لي بقى بحياتي اطلع على سرد قلت يلا خلاص بلع شكرا كثيرا أعتقد أن سرد هو كتاليزر بالإنفرميشن تبعنا أعتقد أن عملته نقل نوعية بالدجيل تتصير بالمينة شكرا إذا كان على سعيد وطني أما كان على سعيد ريجون شكرا شكرا سترات كومز هو كيف تقدر تواصل كيف تقدر استخدم التواصل بكل مرحلة من المشروع تابعنا لحتى نوصل للهدف استراتيجي اللي كنا حطينا بالبداية هيدا الشي إذا كان مشروع برايفت سكتور إذا كان مشروع بيبغى الربح ولا كان مشروع بيبغى أنه نغير بهيفور أما كان مشروع تحت نوصي المسج أو رأي عام أو رأي عام بالظبط رأيك أو رأي العام طبعا لك بعتقد هلأ نحن كلبنانية اكسبوز لعدة مؤسسات إعلامية أونلاين أو أفلاين و بعتقد أنت نحكي وانا ويكي تحت الهواء وقت أنه في شي اسمه alternative ميديا أكيد بس هل هو بيبغى بس على السوشي ميديا أم أم alternative alternative لشو أفهمت كيف لأنه نحن نستعمل alternative بالإنجليز وبالفرنسي وكامين alternative وكمين كنا نتسئل مرموعين إذا alternative ميديا بس على السوشي ميديا أو فيك تعمل فيكون عندك جريدة هي بتكون alternative ميديا على المين ستريم يعني في الزبط فيكون عندك جريدة يعني مثلا أنا تعرفت على كذا موديول كان في عندهم جرائد بأوروبا مثلا منهم فندد باي ادريتايزرز منهم فندد باي people with agendas عندهم مشاريع وعندهم agenda هودا هنما يسمى alternative scene يعني ما خاصوا بالمين ستريم يعني الاجندة إذا بدك طبع محاول السلطة بس يعني للأسف بعتد كل المؤسسسات الإعلامية اللاجسي يعني اللي يصل لهم فترة هون أو في زعيم وراهن عم بيمولون لأنه بعتد في بس في 1500 مؤسسة إعلامية بالعالم العربي وفي شي ثلاثة بس بيعملون مصاري البقوك كلهم بيخسروا وعندهم أجندة معين بيكون ممولين من شي سو سؤال هو في شي أولك على التيفي مثلا حيادة فينا لإيه ولا كلهم معرضين أو لبيع وشراء أو لأجندة معين حلق بيزيك إذا من أطلع على الكنتكست اللبناني الكنتكست اللبناني بنوضحه يعني فعندنا كزا مشاكل بالإنفرميشن وكيف الرأي العام بتركب لبنان اليوم إذا من أطلع كيف الرأي العام بتركب لبنان فعندك أول شي في طلعت بنادي جيرماني بعد الحرب العالمية الأولى اسمها The Magic Bullet Theory The Magic Bullet Theory بتقول أنه اليوم الرأي العام هو passive هو بتلقى المعلومات والماس كمينيكيشن هي مثل رصاصة بتفوت برأس الإنسان وبتقنعه بتغيره رأيه هيدا الثيوري وزديبونك بعد عشر سنين هيدا هيدا الثيوري طلعوا ثيوري جديدة بعد حرب العالمية تانية سموها Two Steps Communication Flow هيدا ثيوري بتقول إنه نحنا منا passive audience نحنا عالم عنا critical thinking شو يعني نحنا مندقي و نسأل هالمعلومة اللي عم تيجينا إذا صح ولا غلط وفي ستاب تاني عايزينا تحت نقتنع بالخبرية اللي ماس كمينيكيشن عم تقلنا إياها وشو هي هيدا ستاب هو Friends family Micro Social Influencers أم Social Influencers مثلكم أنتو بصرتو لا Influencers or Macro Macro آخر كلمة بالعالم غير كاتل خير اي 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 لا بس بس بطلتو Micro أنتو صرتو Macro العالم وقتا تسمع من محطة تلفزيون عم بتقول خبر معين بدأتشوفكم أنتو كسردة بدأت عم cross-referencing إذا إذا لا أتمنى حتى يمكن أني إذا أرى أن هناك شيء حيادة بالبناء هو مختلف 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 على المدينة ولكن إذا نظر بالميديا بالبناء اليوم نحن كيف نطلق المعلومات نطلق المعلومات أو من بعد التلفزيون نحن ميديا فعنا تسع تلفزيونات أربعين راديو عشرة بالانجليزة والعربية وعنا ألف وخمسمائة عدد بيطلع ويكلي من لبنان بس من لبنان هذا الرقم هو قد نص الكنتنت اللي بيطلع بالعالم العربي عم تمزق بلد بزق مثل نحن نفكر لأنه هلقد ديبرس لأنه فيها هلقد عندنا حرية تعددية والكذا ولكن هيدا شيء يعني فيه عندنا ما منعرف شو هي الانفرميشن من أصل هل سميتلك تسع تلفزيونات أربعين راديو عشرة في عندك تلاتة وأربعين في عندكم تلاتة وأربعين وزير ونيب سابق وحالة بيم الكؤسهم بيهود الوسائل الإعالمية يعني فيه بركة وجههم معين هل الوسائل رح يخدوه من وراء الشير هو بيزكلي الجورناليزم شي يعني أنت شغلتك كصحافة أنت شغلتك كصحافة تمسك السلطة وتسائل السلطة بس إذا باللبنان لأنه لا يوجد من الموضوع اليوم الصحافة هي بنفس الوقت السلطة يعني أنا بدأ كل المشاهدين كل اللي عم يسمعونا هلأ يفوتوا على ريبورت عملينه ميديا ريبورتر هلأ منحطها بالدسكريبشن باللينك إن بايو اسمه ميديا عملينه سامير كاسير فاونديشن وريبورتر بيفسر بيعمل خريطة لكل الأحزاب والشخصيات السياسية اللي بتملك أسهم بوسائل العالمية وهو مرحبا هذه النوصية تكون رئيس وزراء ويكون عندك تلفزيون مثل الحريري والمستقبل تلفزيون المستقبل يمكنك تكون رئيس الموري وعندك تلفزيون مثل الو تي في مثل الو تي في بس كمان بس تنعمل كونفكس صغير هذي معرف معرفة معلومة لازم تقول لك كتير بس أنت كمان كنت تشتغل بالو تي في شو كنت تنعمل بالو تي في بلشت اشتغل في مستقبل بو تي في من 12 سنة من 13 سنة تقريبا وطلعت اشتغلت 3-4 سنة بلشت تكنيكل وصورت اشتغل بلشتغل 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 معاني أي سنة 2009 2010 2011 2012 تنذكر وما تنعاد تنذكر وما تنعاد احسن اتعلمت كتير اعلمت كتير يعني انا مثلا الشيء اللي بذكره من الاستخدام باو تي في انه هيدا الشيء اللي بدي احكي عنه بالنسبة ليس بس كنترول المينستريم ميديا على اكزكيتف ليس بس انه عندهم شيرز السياسية فيها الكنترول الواصل لمرحلة انه انا بتذكر بالاستخدام انه كان في جورنلس معينين كانوا بس بيغطوا اخبار سياسة معينة يعني مثلا كان معروف انه براهيم كنعان عنده بيغطي له كل الوصول جبران باسير كان عنده صحافة كل المواضيع الخاصة بجبران كون زلمتو يعني بيكون كأنه اذا بدك البرس اعتشي اعتشي من ناحية الاعلام ايه اذا شفتوا بو تي في 12 سنة مش يعني مش همسير هلا اكي فالفكرة اكيد هيدا بيصير بيصير مع غير ميديا اليوم نشوف في صحفية عنده نفس اسام العيال تبع السياسية اذا بتنزلوا على البرلمو يعني هو السيستام السيستام المحطوط انت كيف الصحافي بيغطي الخبر اليوم بيظل عدم الوضوح بالوصول للمعلومات انت اليوم جلسات المجلس وزراء وجلسات المجلس النواب اغلبيتها بتكون من ضون صحفية الصحافية كيف بيجيب الخبر بدي يكون رفقة ماضطار السيستام يفرض عليه انه يجيب المعلومة من السياسية صح فمش نحن بتشوف صحفية عندهم سيارات عندهم نمر سبيسيال اش ما اقول فينا فينا نسمي كم شخص عندهم شيرز اذا ما حطوطين مش انه عم نخبر لا مش عم نقول شي ما انه معروف اذا موجود على هالويبسايت اللي كنت عم تحكي عنه اذا بدكم خلينا نطلع بالنيوز في البناء للحزب الاومي صوت لبنان للكتاب صوت الشعب للحزب الشيوعي طيار للطيار راديو ليبر شي هيك راديو ليبر ليبر للقوات وابسايت المنار وإزاعة النور الحزب إزاعة الشرق لبهية الحريرة الصوت المدى للياس بوصعب الجمهورية لميشيل مر ميشيل ياس مر او تي في ميشيل عن جبران باسي الكمبنى لوريان لجور ميشيل قد الله يرحمه سعد الحريرة المستقبل دايلي ستار النهار هلا المستقبل تي في كمان الله يرحمه كيف كانوا كيف صار الالبي سي في عندك نجيب مئاتي عصام فارس نبيل بستاني بسام يمين الجديد في عندك نزار يونس وعبدالله الزاخم كمان بارت بارت الديار شارل ايوب وشنوبية علي الامين وامتي في كابليان ليس نمر مش ماشكال بس نحن هون عم نحكي عن كونفليك المكابل بيقدر بس يدق لصاحب الديش يقول له قطع لي نيو تيفي ام ام تيفي عن سبعمائة ألف لبنانة بالضاحية هيك على مزاج انه هالقد بسيطة الخبرية اليوم بدك تقطع الحلقة بدك تقطع البس بدك تقطع الرأي الاخر هالقد فيك توصل لهون يعني ليه واحد مستلم الديش او عنده هايدي القوة هو عم بيتحكم بأنت شو هلال عنده باور ايه بالضبط واذا مش عجبون حتى بينزلوا بيولعوا بيولعوا خمس ست دوليب وبيرشقوا التلفزيون بالحجار يعني فيه التهديدات ايو مصاري تعدد مرات صح صح نحنا اذا ما نتطلع بالكونتاكست نحنا كيف الرأي العام يمبنى بلبنان يمبنى من المؤسسات العالمية مينسون ميديا وبيرجع في عندك جزء كبير online نحنا الانفرميشن سيستم تبعنا متعدد بس بالمينستريم وبالonline في عنا شي فنومان اسبه سلكتف اكسبوجر عم كوغنيتف بايس وهي دا كتبتها بالعربي كرميل كل مشاهدين يعرفوها في نظرية عالم امريكاني عالم نفسي اجتماعي اسمه ليون فيستينجر حكي عن كوغنيتف ديسننس يلي هو التنافر المعرفي ويلي بيشير انه التعرض الانتقائي ام سلكتف اكسبوجر يعني نحنا كيف من نقع الانفرميشن سيستم ام المحطة اللي ما ناخد منها المعلومات هيدا اسمه التعرض الانتقائي نحنا من نقع نروح على هيدا التلفزيون من نقع نسمع من هيدا الجريدة هيدا شي سايكولوجيا مبرهن انه الناس بيبحثوا عن المعلومات يلي بيتفقوا معا لتجنب شي اسمه ام التنافر الفكري الذي قد يسبب عدم الارتياح النفسي يعني اليوم انت اذا كانت كل الوقت عندك عقيدة كل حياتك بتآمن بشي واجه تلفزيون عم بيقلك غير هذا الشي بيصير فعندك انزعاج اه بصير عندك ازمة وجودية امرار ازمة وجودية امتين انت بتعرفي من ورا بيك اه اه باسيكلي العالم بتروح بتحضر البلاتفورنز يلي بتخبرها اللي هي بدأت تسمع وصار في اكشيلي 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 عملوها ميديا لاب بلايو دكتور جاد ملكي مع التيم تحية لهم نعفو كتير ميديا جاد ملكي كتير من حبوه عملو اكشيلي على هالموضوع وشايفو انه اكشيلي بوقت الازمات العالم الاضيونس هن مرتين معردين اكتر ليرجعوا يحضروا التلفزيون اللي بيمثل لهم العقيدة تبعهم بوقت الازمة يعني صار فيه ازمة بلبنان صار فيه مشكل طائفي صار فيه ضربة كاف على الارض كل واحد بده يرجع يروح على الكوكو على تبعيته يحضر الشي اللي هو بيعرف انه هيدا الشي بيمثلني يعني اليوم انا ازا سألتك انت انت كسنة اخي مش سنة انت كشيعة ام لحظة ازا سألتك قلتلك انت بتحضر منارز تلقائيا انت شو شيعة ازا بتحضر او تي في شو يعني مسيحة مشتوب سوري ما كان فيني ازا بتحضر ازا انت سنة حرام بس سنة المعطارين بطل عندهم تلفزيون صاروا شوية ني تي في شوية ام تي في كذا خبرية بس بيزيكلي نحنا بلبنان كل واحد بيحضر لانه تلفزيون بمسي العقيدة طبعا الاشخاص اوي لحد ما طايفي كمان يلي بزعل انه منرجع الطايفية مش بس عالسي انه مش معقول كله مربوط ببعض لكن احنا قلنا كيف بنبنى الرأي العام بنملى من وراء مينستريم ميديا ولكن عنا فنومان يلي هو بلبنان ما فيه conflict of interest وفعلنا selective exposure or cognitive bias يلي هنه انه نحنا بس بنحضر الأقصص اللي نحنا منحبها ونقتنع ولكن هيدا الفنوان شو بيخلق اكو 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 اليوم نعرف اكو 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 هو شيء مثل السوشيال ميديا انفيرمنت وين انت بس المعتقدات والافكار يلي انتو بتحبوها عم تشوفوها قدامكم وكل شيء بتحكوه عم بيرجعلكم بالصدى طبعا الجروب يلي انتو مجموعين فيه اكو هيدا الفينومنو موجود online وافلاين اكو online نحنا منفوت منعمل لايكات للبس القصص المنحبة للأيدياس المنحبة للبلييفس المنحبة ولانه في كتير ضجة الانترنت الالغوريتم والتكنولوجي شو بيعملو بيجو بفلترولنا الانفرميشن وبحطو لنا القصص اللي بس منحبها لاي اذا بتشوف شيء ما بتحب بتقول كسي بتتشغل بتترك البلاتفورم مثل ما هي بتروح على محل تاني وهي شغلت انه عملتهم انه يخلوك على هاي البلاتفورم من تويتر لفيسبوك لانستجرام لكذا كرميل يكون عندهم اكتر كرميل انت تقضي اكتر وقت على منصة تبعيتهم صحيح لانه الهدف ربحي فشو بيصير وقت نعلق بهيدا اللوب اول شيء في شغلتين بيصيروا كتير بشعين يلي هني اول شيء منصير اكتر تعصب بالعقائد وبالافكار طبعا لانه منبطل نشوف افكار غيرنا ثانيا منصير اقل تقبل للاخر بيصير في عنا نارو ورد يعني تصغر بيصغر الانجل اللي نشوف في العالم بحديث بس من منظر واحد بالضبط منحبه ولا لا بيك تاك كومبينيز فيسبوك انستجرام كل العالم عم بيتابعوا نفس الالغوريتم هني عم بيخليوهم افوت بهيدا اللوب فمش نهيك وشوي أسكا روح تشوف ناس ما بتوافق معون لتعمل انت انت your own opinion ما صارت هيك باميركا لما صار في انتخابات دونالد ترامب يعني صار انو كل الناس كنو مفتكرين الصحفية وهيك انو ما رح يطلع دونالد ترامب لانو كنو عم بيشوف وشوان بيصير إست كوست ووست كوست وما شايف وشوان بيصير بالميديا يالي ce قنا يالي سامي بالفرنسي والأميرك profonde يعني بالنص وما كنو aware يالي عم بيصير مع الشعب pardon والميديا هوني يعني small tvs small news paper وهيك مش هيك صار كمين ايكو چمبر انتلكشوال لزابت داك مور ديموكرا on the coast مور ريببليكن بالنص وما كنو aware يالي عم بيصير وفتك في كتير ناس تفاجأوا انو دونالد شرم طلع رئيس جمهورية بوقتها ايه وقتها بتذكر انو دونالد شرم طلع اول مرة بس ما يطلع تاني مرة ما شفت ولا شخص من كولبير لجون أوليفر لكل هولي انا بسميهم الماث بيس تابو الديموكرا كليوم نزلين بي دونالد شرم كرميل يأكدوا انو ما يرجع يطلع رئيس جمهورية مرة تانية وكل هيدا الشي وخصر على عشوي لانو الريبوبليكن يلي هني بيأمنوا بدونالد شرم ما بيحضروا كولبير وحوكلي بيحضروا متما كنت عم متما كنت عم بيقول راج الميديا يلي بيشبهون ويلي بدون يتسمعوا يلي بيعرفو بس كمان عندك انت جزء كبير من بالنص عندك العالم اللي بركي مش مقتنعين بي هول العالم اللي انت لازم تستقط بيون والميديا اللي هنا أغلبيتهم بيكونوا أكتر لينيك ديموكرا أو الدموكرا اللي بعتد عندهم أدوات أكتر لتيفرضوا الأجندة تابعون لأنه عندهم علامة مثل سيفن كولبير كانوا يعني يعني فايتين توث النايل كرميل ما يصير هيدا الشي وما يطلع دونالد ترمب هيدا شر لك بالنسبة الانو الشي اللي واضح عندي واللي كل هلأ الأمريكان بحطوا الحق على الروس كانت كامبرج انالياتيكا واللي صار اللي أنت عم تقولي أنه بالسنتر وبالأطراف كان في ضد هيدا الإجزامبل بيطبق على يوكي على بريكزيت المعالم بلندن كان بدون يبقى مع يوروب الباقي الأطراف كانت بس اللي صار بأميركا اللي صار بأميركا أنه اللعب على the push and pull factors تبع كل state يعني نلعب على شو الفرقات بين الديموكرات والريبوبليكنز بقلب محافظة معينة ونلعب على هوض المواضيع يعني اليوم أنت كإنسان عيش أنت مسيحة بروتستانتي إنجيلة عيش بتكساس كل حياتك تطلع على فيسبوك بتشوف جريمة بتشوفه جريمة خاصة بالأبورشن خاصة أبورشن black people اميغرنس خي اميغرنس مكسيكين كذا بتشوف كل القصص اللي أنت already ما بتحبه بتشوفها قدامك فشو بيصير أنت بالنسبة للإعلاج تنفر من هيدا الشي and you become more extreme to the other side so what happened in the US هو صار كل حزب بمنطقته صار more extreme ديموكرات صاروا يشوفهم content بيفرجون قدير ريبوبليكين كتير شي حالة بشعة وحالة توكسيك والريبوبليكين كان عم شوف إنه الديموكرات هو خطر وجود عليه فصار فيه شو صار فيه social isolation صار فيه polarization وهيدا أكتر شي بيهدد الكيان الأمريكاني اليوم ريبوبليكين زي ديموكرات سمعا بيحكم مع بعض كل واحد بيشوف بالتاني الشر الأعظم هيدا هو اللي بيهدد وحدة الكيان وهيدا شي دايما ما نشوفه لأنه برا كان عم بيصير كان عم بيصير social media وفيسبوك وإنستغرام هنا عم بيصير مشرع mainstream media اليوم كل محطة تحكي شي كل محطة عندها رسالة معينة كل محطة عندها مسيج واحد مسيج معين فمشي نيك أخضر لأنه يعني إذا بدك عم بيسوقوا فينا لمطرح أنه نصير completely separated عالم مع وعالم ضل والمصلحة أكيد طبيعا حكينا 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 أنه بالمين ستيم بوسائل العالمية اللي احنا بنشوفها هي مملوكة من قبل السياسيين السيستام الصحافي كيف يشتغل فيها حكينا عن شو تأثير السيكولوجيكال إفكت طبع انه كوغنيتف بايس والتعرض الانتقائي لبعض المعلومات شو بيعمل هيدا شي حكينا بالإيكو تشامبر طبع أونلاين و أفلاين نحنا على فيسبوك على إنستجرام يلي بيحبوا سرده هن من نوع واحد ولكن انت وقت تصير تبلش تجيب ميديا وقت تصير تبلش وتجيبه من غير طوايف من غير إيكو تشامبرز من غير منطق انتو عم تزيدوا إيكو تشامبرز زيادة لعندكن ولكن كل العالم بعده تقريبا علقاني بهذا الموضوع يعني بتلاقي جروبات ما عم بيقدروا يخرقوا يروحوا على إيكو تشامبرز من الطرف الثاني من جروب بتعندو غير ايدياز فبايسيكلي لاحيت هلأ وصلنا لهون رابع موضوع يلي بيشكل عقبة بالإنفرميشن سيستم تبعنا هو لاحظة ميديا وفكرة تجيبه شو يعني؟ نحن في لبنان مين منكم سايرة معه الخبرية انه بيوصل الانفرميشن على فيسبوك ام على واتساب انه ام بويس نوت بيوصل بويس نوت نحن نشوي بويس نوت ويملش بي يعطيكم العافي الشباب نادية نادية بعد نطالع من ميتنج هلأ كانت مع خالة حكيم أعصاب وعم بيقول انه كوفيد رح هيعمل شلل للعالم وبيصدقوها العالم وبيقولوا بعدين عم بيقولوا هيدا عم بيقولوا انه قالوا انه ترجع بتسأل الشخص دائما بيصير مع الاهل كمان بيقولوا لك عم بيقولوا انه بكرة رح يكون فيه فاكسين ما بعرف حيالا خبر ما مطلع من فيسبوك ما من أريتيا ع فيسبوك شو السورس شو السورس تبعيتك ما بعرف أريتها ع فيسبوك هاي هي يلي بتصير معنا كلنا بس كمان صار فيه فايل سيفس يعني صار فيه إجراءات عم تتاخذ كرمي بركي يوقفوا هذا الترويج ترويج الأخبار اللي بركي مننا كتير موسئة مثل مثلا عندما بتعمل فورود لفيديو بيبين بعد مرحلة انه فوروده بيبين بعد مرحلة على الواتس أب بس سيصير فيه هيدا الشي على الفيديو أو على الخبر أو على المسيج فيك تعمل فورود بس لشخص واحد كرمي انت تتأكد انه هيدا الشغل هذي الشغلي صح أو كمان ما بعرف أزبركي على تويتر أو على حيالة منصة تانية بس أكيد صار معنا أنا صار معي عدة مرات انه بقرأ هيدلاين معي ما بقرأ الارتكل بجارة بعمل فورود وبعتقد بيطلع انزار انه ريت انت كل المعال خلصته هيدا ضميرة هيدا ضميرة مش اي 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 مش مارك زوكر بروس بعد ما وصلنا ايه بعد ما وصلنا لو ايه في هول الفيسيف سي صغر بس حتى لو بعتقد اذا انت خلص سفت بعيدة معي معي ناسوري و عم تلحق جمهور معي بقرأة من هول الفيسيف سي حدلك عم تطبق انت اللي عندك لايكو انا صراحة بشوف اعمق من هيك بشوف انه نحنا عنا عقل بداي جدا عنا عقل بداي جدا اول فيلم نعمل بالسينما فرير لوميار ايه طبعا للتران صح فرير لوميار بفرنسا شو صار العالم اللي عادين بقلب الثياتر وقتا شايفو هاتران جاي هربوا امو هربوا من الثياتر هيدا ايه سنة هيدا 1896 اوكا بعد قد هلا لما كنوا معاودين كمان عالسينما هول مرة بيشوفو عالشيشي بس انتبه هيدا شي بدل كتير انه نحنا اليوم منسلم طلقائيا انه كل شي بنحكى على التلفزيون يعني حقيقة عقلنا مش نقول هيدا تبعا ماجيك بولي تيري اللي بلشت بنازي جيرماني كل شي بنتلقيه عن الريديو بهيدا الشي البوكس الاسود اللي طلع اللي عملوه اللي اسمه تيفي عقلنا بعضهم مش كتير فهمانا بعد ما اتطور بعد ما اتطور الافتحطة يفهم انه في العالم تحكي شو ما كان على التيفي وزيد فوق هيدا شي سوشيال ميديا يعني في بعض الافتحطة صح ايه العالم بعدها بده كتير critical thinking وميديا literacy هيدا الترم اللي مستعمله ميديا literacy نفهم بالضبط الميديا شو كيف منحل المعلومات كيف منطلق المعلومات منسأل من وين جاي السورس منسأل من جاي المعلومات هيك بنعرف ولكن انت عم تحكي ان احنا عم نحكي عن الاهل صح كمان ميديا لاب عملوا ريسيرج كان عملوا ريسيرج بجامعة الانديو ورحوا عند ميديا رحوا عند جورناليست ميجر ستودنس وعملوا معهم ريسيرج وشافوا انه اكشلي ثمانين بالمية تلميز عم بتخصو بالصحافة بعد ما عندهم انهم لا يمكن حتى يعرفوا الفرق بين الفيك نيوز وعلى نيوز ميديا الاترسي كم ميديا الاترسي بعدو يتخذ كم ميديا الاترسي بمعظم الجماعات في لبنان هيدا منو كورس شو أصدق؟ ميديا الاترسي بفوت هيدا نص ساعة بفسرونا عن ميديا الاترسي بيقولنا هذا هو كيف يجب ان تحكي على المعلومات بس هذا ليس افكي انت ميديا الاترسي بتكبع بزبالي هذا الوضع حتى بجورناليست يتخصصوا بهذا المجال بعدو في لغة بزبال هذا شيء ليس بس يتطبق لجيل معين جيل أهلنا مثلا الجيل الجديد حتى الجيل اللي يتخصص بهذا الشيء عنده صعوبة يقدر يفرق بين الفيك نيوز والريل نيوز بس بدي يزيد انت عم تقولي عن أنا أول مرة شفت بحياتي لما كنت قاعد أنه صغير مع بي وكان عم يقرأ شيء ست جرايد بذلك الوقت الكلمية يقدر يحصل على خبر واحد ويعرف كل الجهات المعنية عن شو ما بيحكوه بس كمان العالم بركة ما انها القد مستعدة تعمل كل هذا يعني الصحفية شيء والمجتمع شيء تاني أنه أنا بركة ما بدي شوح شوف ثلاثة أربعة تلفزيونات أو جرايد كلمة يقدر بركة عامل ريتويت أو يقدر عامل كل واحد عنده للأسف عنده مسئولية كتير كبيرة قبل ما يروج حقا لخبر وهذا شيء خاصة إذا الوقت هو فاكتور كتير مهم أنه انت خيه في خبر بيصير على توتر خاصة إذا تقعد ربعة ساعة أو مش ربعة ساعة ساعتين عام بتجربة توسق هيدا التويت كل عالم الحواليك يكونوا عاملوا فأنت بتتأخر تتحكي عن هيدا الشيء وكتير أساسي ففي هيدا كمان الـ time factor الكتير أساسي لي ما بيخليك أنت تفوت بهول التفاصيل كلهم يريد أن تتحرك على التفاصيل أنا بدي كون أول واحد أنا بدي كون كذا أنا بدي كون الشخص اللي عنده opinion عن الموضوع قبل ما شغص يقدر يكون عندهم مؤسس على هيدا الشيء مع clickbait مع هول التايتلز كتير الـ inflammatory مع all caps بتشوفه على يوتيوب بتشوفه على كمان أمرار مؤسسة عالمية كثير وعالمية عم بيستعملوا caps full blown caps من أم تنبيحه اليوم صار في كازا كيس إذا بدي روح على اكزامبل اكزامبل سبيسيفك بإنديا صار في fake news لانا صار في fake news تتعرض من بعد صار فيه 30 حالة وفاة قتل 30 شخص من ورا معلومات كازبة نوشرت على واتساب بالهند نحنا وصلنا لهون العالم مش عايزة بروف العالم شيف يتأتاك بدأ تروح تعمل بدأ تعمل اكسيوم موب منتالتي يعني نحنا كثيرا نحنا كثيرا نسمع على fake news كثيرا نحنا كثيرا نحنا كثيرا نحنا كثيرا نحنا اخذ بريكزت 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 بريطانيا وصارت بأمريكا بانتخابات دونالد ترامب ولكن كمان ما نعرف انه بانتخابات بولسنايرو بالبرازيل واتساب كان البراتفورم الاولى اللي استعملت تسبرد بوليتيكال ميسجين and disinformation بالهند وقت انتخب مودي كمان كانت واتساب هي واحدة من البلاتفورمات الاول اللي استخدم misinformation fake news عليها ونحنا بلبناء في 2019 مين بتذكر في 2019 وصار في 2017 العالم اللي نزلوا على الاحية واللنزلوا سكروا الطرقات قدام البيت تكوطلوا كلهم وصاروا بفاتوا بواتساب جروبس هؤلاء الواتساب جروبس بلشوا على geolocation فاتوا بديموغرافيكس معيان بعدين صار يفوت عليهم عالم جديد بعدين تحولوا من كوردينيشن جروبس ل نيوز جروبس مثلنا نعرف اخبار منهم وشو كنا نعرف اخبار مين كان يفوت يبعد هالاخبار هل حدا مننا هلأ بقدر يقول انه نحن 100% من العالم اللي فيتوا على هالواتساب جروبس نعرفهم نضاف لا مستحيل صار فيه examination انا من الاشخاص اللي عملوا examination وعملوا study على موضوع الانفرميشن سيستم بي 2019 بأول الانتفاضة ويلي كان فيه مينفرميشن عم تصير كوردينيتد يعني كان فيه ثلاث اربع جروبات بثلاث اربع مناطق عنده النفس ال background الطائفة المذهبة والسياسة يوصل لثلاث اربع جروبات بنفس ال timing تقريبا المسجز بغير لغة بس مسج واضح بيصب بنفس الانجل تحت ينقل الحالة من انلاين يعني يشوفوا المعلومة وتصير offline ينزلوا الشباب على الارض يكون هيدا المسج انه حدا هاجم عليكم بهالوقت تحضروا ويكون هيدا المسج مبوط على ثلاث اربع جروبات بثلاث اربع مناطق مختلفة ولكن ب different language هيدا شي شو بيدل بيدل انه في جهة منظمة لهيك narratives عم بيصيروا سؤال لما تقول لغة مختلفة شو قصدك يعني؟ يعني انا بدي اقول انه معين جابر طالع يضربنا هلأ بمنطقة الدكوانة بتاني منطقة منقول انه في حدا سمعنا انه طالع يضربك بأشرفية وثالث واحدة منقول انه سمعنا انه في خطر ولازم ننتبه على حالنا الليلة كلهم بيقولوا تعووا ننزل على الطريق ننتبه كلهم بحزروك بس كل واحد عنده تيمينالوجي معينة شفنا هيدا الشي بيصير على واتساب على واتساب شو بيصير كمان؟ على واتساب اليوم نحنا أدمى المجتمع تابعنا أدمى الانفرميشن سيستم تابعنا ركيك اليوم اذا سمعنا وصلنا خبر انه بكرة في قطعة طحين ما في عنا طحين بالبلد شو بيصير؟ بيهجموا الناس على الافران لا يشتروا خبز هل يا تورا نحنا عنا ايامين تدتوري هذا؟ زيرو اذا سمعوا فيه أزمة بنزين شو بيصير؟ بينزلوا العالم على ترمبيت طوابير فاليوم مين بيعرف مين عم بيطلع هالإشعاعات وهالإخبار؟ نحنا هالأدف؟ الدولار الدولار مين بتحكم بالدولار؟ ما هي لأنه المشكلة لأنه ما في مؤسسات فيك تخذها كمرجعية فيك إذا تتوسق فيها كما تعرف انه هل هيدا الخبر اللي عم بيتروج صح ولا لا؟ لأنه حتى الحكومة بتاعه شو عم بتصير وبركة بركة حكومة او اطراف من هيدا الحكومة عم بتروش هيدا الخبر بالزبط يعني أوقات وقتها ماركترز وقتها يشوفوا شو عم بيصير بتجرد فيه سؤال دائما اللي بينطرح هل هود القصص عم بيصير أورجانيكلي ولا إنتنشنال؟ هل هيدا الشي مقصود ولا خي من وراء الفشل والغباء طبع الأفراد اللي بالسلطة عم بيصير هيدا الشي أورجانيكلي؟ هيدا اللي ما منعرفه تحت نبقى بموضوع فيك نيوز وشو بيصير على الانفرميشن سيستم بالفيك نيوز اليوم اذا ما نطلع على تويتر بتويتر كلنا سمعين بالجيوش الالكتروني جيوش الالكتروني هل الزباب الالكتروني هل الزباب الالكتروني شو هودا التكنيكال تابعا هو بوت نتس بوت نتس هنه صوفتور ديفلبر بيقدر يعمل خمسمائة اكاونت ويسميهم شو ما كان وكل اكاونت يكون عم بيطلع مسجو معين شايفينو انا بيكو الالكاونت عندهم نمر او عندهم مثلا بروفيل بيك او عندهم زيرو فولوورز يعني فيك تقفرهم او بسرعة او من غير بلد كمان من غير بلد من غير بلد كمان ما بتفهم ليه هيك صدن ليه في حدا اندونيزيا فيت وعطى رأيه على السياسة بلبنان على استيقال في الحريري اي 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 اتبليه كيف مزمد اذا هاو ده شو بيعملو هاو ده بيزيكلي انت اليوم كصحافة انت اول شي بتعمل الصباح انت تتعرف شو الموضي عندك بتكن تفوتو على الانترنت انت ميديا انت بتعرفه بنا نفوت على الانترنت نشوف العالم عن شو عم بيحكوا اليوم تويتر is one information system نشوف العالم عن شو عم بيحكوا اذا بيشوفو فيه ترند محطوطة عم بتحكي عن علي جي برد انت بديك تعملي انفتيجيشن شوفو لي العالم عم تحكي عن الموضوع مضبوط اي الترنت تيصير بدو من خمسمية للخمس تلاف شخص عم بيعملو نفس الهاشتاج وحسب الكمبيتشن على الانفرميشن سيسمي عدا في عالم عم تكتب على تويتر بس هالقد بده عدا في عالم عم تستعمل هاشتاج معين متل كتا عم تحكي عن عن بي في at some point بمعرف كيف بصار في ترننج بالسعودية هاشتاج علي اندرسكور جابر ليش عم بيقولوا انه توفى ما بعرف لي صار يعمل هذا شي ترند وبعتد الرؤية قالوا انه صار في لغة بين علي جابر اللي هو بي وعلي جابر شيخ علي جابر اللي بعتد توفى من زمان طب ليه عم بيحكوا عن هذا الشي من قبل هل ياتور انه عم بيحدده هل صار في تهديد انه يا علي جابر شوف انه اسمك عم بيطلع والموضوع حوال اسمك هو الوفاة والموت هل هذا الشي يعتبر تهديد ولا لا it could be interpreted like this وفيها تكون كمان صدفة انه ولا حدا تذكر علي جابر يعني انتبه انا اليوم ما بستخف ب ال power of social influencers مثلكون اذا حدا بهالحجم طلع حكي عن موضوع العالم بتمشي معه بده هل قد يعني بده انفلوانسور هلأ منفوت على قصة شو بيعملوا انفلوانسور when they're spreading حتى fake news اليوم اذا بدأتطلع على اجزامبل شارحينه بالضبط بالتفصيل سامير قصير foundation am skies عملوا دراسة اسمها hate network surrounding lequan slim death احط كمان اللينك بالدسكيبشن للاشخاص تريديني فوتوا اكتر بالتفاصيل بالضبط خليني نطلع بس هيك الوراء اول شي اذا انا نطلع على ابحث حالي لحالي انو انا عندي دفتر قد يجيب دفتر قد تلو لماين اول حلقة لك رح جيب معي وراء رح بيين مثل ابراهيم كان عان يعني بيطالي هكي هولي الملفين هولي اللي يبتش سرنا عاملين اي اي ما بتعرفي شو فيه بيكون كلو ما اصداز دولار ب 33 ألف ليك ليك بيكون دمي تاكست كلو يعني بس انو اي مهم اللي صار هو it's very interesting اللي صار بقصة قصة لكمان لانو اول شي it's fact based يعني it's documented كل شي موجود كل شي موجود تاني شي بلش القصة بالعام 2019 بس للعالم اللي ما بيعرفو بيسمبر 2019 صار في مظاهرة قدام بيت لكمان السليم بالضاحية الجنوبية وعلك منشورات على حية بيته لكمان تقول المجد لكاتم الصوت لكمان السليم الخاين العميل طيف العماد مرة من هنا خليك على اجر ونص جايك الدور العمالة بالدم من الاب الى الابن اليوم اذا نطلع على هاودي المنشورات اللي تلعو افلاين بديسمبر 2016 اللي من بعض اللي كمان السليم عمل تقرير عمل ريبويت وقال انه انا بحمل شخصين المسئولية اذا صار معي حقيق الله شي وكلها عالم تعرف مين الشخصين الانترستنج بالموضوع هو على صعيد الانلاين شو بيصير لما ترتكب جريمي بهيد الحجم جريمي لحد ببليك فجر لحد معروف لحد صحافي لحد ما اسمو عنه بالاعلام والاوساط الديبلوماسي اليوم اذا بدأت طلع انا في سيفر التويت نعمل سامير كاسير فانديش نعمل لستودي على ثلاثة شهر قبل وبعد اختيال لوكمان وشايفوا كل التويتر فيد اللي حكيوا عن لوكمان ام منشن لوكمان اكتشفوا انه في تويت نعمل قبل بوقت عن لوكمان وانه هو عميل وكان عام يشير لبوست من IDF ما بحب بسميه اسرائيل لانه هن اسرائيل army ايه طر الموضوع ما في دفنس في اوفنس في اوفنس وفي ايباد ايه ايه صار هو انه بنهار اختيال لوكمان باربع شباط صار في ترند منشن لوكمان والعمال واسرائيل مناصل 3496 تويت كان فيه منشن لإسرائيل في منهم 2164 يوزر من وراء البروفيس السابعون عرفنا انه هن اعتقدوا كلمة اسرائيل هودا الاشخاص اللي كانوا عم بيعوزوا كلمة اسرائيل طي يلبصوها بالعمال للوكمان اسليم انت اليوم في شخص مات نحنا اليوم في شخص مات تحت تنفرج تنبرر قتله بمرحلة ما تحت تعمل هيدا التعبير تحت تقول رح اسأل انا السؤال شو الهدف من الصاق لهمة تهمة العمالة لشخص بعده متعرض لعملية تخت شو السبب ليه اليوم انا في عندي 1164 twitter account الباكراون طبعهم كلهم propagating narrative معين لحزب الله وهيدا الشيء مدروس موسق بالوسائق فيكن شوفوه على الانترنت ليه بدون ينسق تهمة العمالة لشخص ما بيعرفوا بعد عساس مين قتله ليه فيه امفلونسرز مثل حسين مرتضى وعلي مرتضى كانوا من اول الاشخاص اللي قالوا هل صحيح انه كتلة لاسباب اخلاقية ليه طب ليه بعد بساعتين من مقتل شخص عم تقول انه هيدا الزلم مقطع موصل اليوم في شيء كمان توسق انه بعد 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 دقايق من مقتله كمان سليم في ابن السيد نصر الله بحط تويت على تويتر يلي رجع محي وتفاني انه التويتر اكاون يلي رجع عمله اجريجيشن كمان اتوزبطنت في هستوري لحاطت منشورات عن بيدعم خط حزب لا اذا بتكون والتويت اللي كان مكتوب اللي كاتب بوجواد نصر الله اللي رجع طلع برر وانه لا ما كان له علاقة بالموضوع ولكن كيف شاءت الصداف انه كان كاتب خسارة البعض هي في الحقيقة ربح ولطف غير محسوب هاشتاج بلا اسف اذا انا اليوم بدأ اطلع على تبع هذه العملية اليوم انا بفهم حدا من بيئة السنائة وقتها تصير هالعملية ويطلعوا اشخاص يتهموا الحزب انه هو عملها يطلعوا يبرروا يقولوا لا هيدا حملة تشويه للحزب ولكن انا اليوم نحنا بعد سنة وشوي على هالعملية اذا بدأ طلع شو طبع هيدا العملية شوف هل حزب الله اضرر معنويا هل اضرر سؤال هل صار شي استراتيجيا نصلا نكسر لحزب الله ما بعد هيدا الخبرية هل نخدش حزب الله بمطرحة معين اتراجعت شعبيته كلا الي صار هو انه اذا في حدا من هالبيئة عايش بالضاحية كان مفكر بيوم ما يحكي شي ضد هيدا البيئة شو صار فيه confirmation bias اليك صار فيه انه بطل يسترجي خاف بطل يسترجي لانه لا لانه بمرحلة معينة صحيح انه مصر في confirmation من قتله ولكن البصمات يعني يمكن حدا يجي يقل فيه اسرائيل يمكن معقول يكون عاملها وعامل كلها الخبرية وفرايم حزب الله معقول بس غير انه بيكون بركي خاف فيه رجع يحكي بركي ضد البيئة اللي هو فيها قبل ما حتى يكون شو رأي ويكون شف انه هول يبرروا ليه قتل لكمان السليم لانه عميل لانه كذا وكمان صار في قبل ما هذا الرأي المعارض يتكون بالزبط حتى يمنع الكون أنا اليوم كاعدة شعبية أنا ضعت مظبوط هيدا قتل وهيدا ضدنا سياسيا ومدري شو معقول احنا نكون قتل لأ اليوم بدأ تطلع كانت وفي الأشخاص اللي يعني في الأشخاص كل يلي اشتغلوا حتى يطبعوا هيدا النراتيب بققول لعالم انه عميل 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 فبايزيكلي ايه از ويبقنا على الشعب ولكن أنا ما بقول حسب الله أنا بقول انه في اليوم فاكت بتقول في فاكت وفي ستادي بتقول انه هيدا التصرفات اللي صارت من قبل هالجمهور ونحنا منطرح قدام رأي العام نقول له شوفوا الفاكت وانتو قرروا فالجنرال آوتكم طبع الخبرية اليوم ما في حدا قاعد بهيدا البيئة بعد بيجر انه يفتح تمه ضد هيدا البيئة نحنا كلنا شفنا من 2019 هلا الصين طبعا السحسوح وبعد السحسوح قبل السحسوح وبعد السحسوح دل الاشخاص اللي بتاعفش قبل السحسوح شو بيصير بالظبط اللي بيصير هو انه بيطلع حدا من بيئة ومحيط السناء السناء الشيعي السناء الشيعي وبيطلع بيحكي يمكن بطريقة مبطنة ولا ديراك تبيحكي انه لتحسين الوضع بطريقة معينة او انه عم بيعانوا عن مشكلة معينة ومعن بيقدروا يحصلوا على خبز أو على استشفاء او ولاده معن بيقدر يفوتوا على مدرسة او ما في كهرباء بالظبط شو بيصير من بعد اللي بيصير من بعد انه دايما ندغرم نحضرها مسلا الساعة ثمانة الصبح هيدا الفيديو انه في عالم عم تحكي من هالبيئة بعد ثلاث اربع ساعات بنشوف فيديو تاني عم يقول من هنعتزر من كعب صباتك بيكون مسكين سورة من سرميتك من هنعتزر هيدا شو شو عم بيقوله هو شو عم بيقوله نحنا بالكولكتف ماموي تبعنا سين بتعلق ورد تاني صارت عدة مرات لانه صارت عدة مرات هلا نحنا مش بحاجة نعدد الاختيالات اللي صاروا في لبنان هيدا already دجا تشابتر لحاله بس تحتى نضلنا نتذكر بيضلون نعدون نضلنا نعدون وهيدا شي ما بيصير بس بيبيئة معي يعني بيصير بكل البيئة بس على على مستويات يعني في حدا بروح في جهة مجهات بتروح لحد القتل الرأي الاخر لحد قتل الرأي الاخر وهيدا الشيء اكتر شيء اللي بيخوف انه انت اليوم مش قادر بقى تختلف مع حدا رأي كسياسيا انت معقول بحيالة تك بتطلع عليك تهمة العمالة وتصفى والعالم تزقف يعني ما سمعت مثلا حدا انا عارض القوات اللبنانية وكتل من عشرين سنة الى هلأ المعارضين طبع القوات بيطلعوا بيحكوا على كل التلفزيونيات وبيهدد وبيعملوا البدنية بس ما في حدا منهم قتل المعارض طبع معارضين الطيار مثلا ما في حدا منهم قتل بس ولكن في حدا معين كل واحد بعارضه بيصير مشكل هيدا هيدا هون هيدا هون المشكلة انه هاليا ترى دايما العميل ورا هيدا الشغلة مين مستفيد الاكبر انا مش شايف غير حدا واحد عم يستفيد بلبنان تنقطع هذا الموضيع انه بالنسبة ل شو عم بيصير على الموضوع نحنا كيف نتحكم بالقرار هذا اللي شفناهون كيف نتحكم بالرأي العام سوري هذا اللي شفناهون من كيف الانفلوانسرز تبع السوناء عم بيحكوا بيموضوع له كمان شفنا بالظبط ليه كيف بيتحكم بالرأي العام رحقلكم قدي كمان على مخرج قدي نحنا مخروئين قدي مخروئين بيظل الانتفاضة في 2019 ام بداية 2020 سوري بفيديو كان مصور قبل لشباب عين الرمانة عم بيصبوا أمين العام لحزب الله هيدا الفيديو كان مصور وصير قبل بكم سنة رجع سوري على الواتساب جروبس تبع اللي هن بشيح بمطقة الشيح هيدا الشي شو صار قدّى ل افلان وياكشن قدّى ل انه شباب الشيح يرجعوا يدبكوا مشكل معا الرمانة وقدّى ل تدخل الجيش والله فضل اشتباكات وهيدا ليلة قطعت 24 ساعة مش انه ساعتين وكبوا في التايشي يعني مين بدو يكب هودا هكي واتسابات مين بدو يكب هكي فيديو مين بدو يعمل ريسايكل ترجع ترجع مشكل مشكل هلقد نحنا مخروين لهذه الدرجة انه في حيال لحظة بثانية ولا مشكل بين منطقتين لانه في حفل يعني فلتنا بعض نحنا مثل المسك وبيصير في قواص احلى احلى بيناتنا اخر على كيف كمان نحنا على الانستغرام وعلى فيسبوك كيف معقول يتحكم فينا هو اليوم رح عطي اكزامل كمان درسته في ناشط فيصل سفير اللي توفي وصار فيه كنتروبرسي كتير حول حول كيف ميت لانه هل اتل حاله ولا هل حدا اتله لانه ايه بالظبط بالظبط كان فيه كتير كنتروبرسي هل سويسايد ولا هل اساسينايشن وكان اخر الستاتس طبعه على انستجرام كان محطوط هيك مثل تقريبا كأنه عم بين هالحيات اللي صار هو انه اول شي فيه ستمية شخص فاتوا عملوا لايك ورياكشن البوست بس فيه مية وسبع رياكشن كانوا ها 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 عم يضحك عم يضحك عموت حدا على على رسالة وداع لشخص مفروض هوده شو الهدف طبعه الهدف طبعه انه يسخفه اللي صار بدون يخلوا الوديونس ما يتعلقوا اموشن لي بالشخص اللي ميت انا اليوم بأتفو تشوف ها 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 خلاص بيستخف بيستخري يعني بيروحوا لها الدرجة لها الدرجة انه بدنا نسخف هالشخص بدنا نكنسل هالشخص بدنا نلغي هالشخص بدنا نقتل هالشخص ما ننخونه ما ننخونه هالشخص نحن يعني كل هالعوامل بتأدى لها انا بسميها الكنسنتد هايجاكين نحن بملئ ارادتنا عطينهم الحرية اللي يخطفه الرأي العام في عنا ما عنا انظمة بتحمي الصحافة وحرية لوصولهم للمعلومات ما عنا تضارب مصالح فيك تكون سياسة فيك تملك وسيلة اعلامية في عنا كريز ايكونوميك قوية يلي بتخلي الاول شي صاحب المحطة صاحب الازاعة يروح ينبش على موارد تموين للمصلحة طبعه وما حدا بيجي بيعطيك مصارب بليش كله بده اجندة في عنا كمان استقطاب اللي عم بصير بشكل كتير قوي وفي عنا استعمال التكنولوجيا لحتى نخلق جيوش الالكترونية ونتحكم بالدايلي ناراتيب وفي عنا بور كريتيك الالكتروني وميديا ما عنا الابلتي مش قادرين نحلل اذا هيدا المعلومة صح ولا لا اذا هود الاشخاص اللي عم بيعطونا المعلومة بدون صلحنا ولا لا مش قادرين سو هاي كل الخبوصة بتخلينا نسلم لشو بيقلولنا ونصدق كل شي بيخبرونا ايه مصير يعني سليفز شو عم بيصير حوالينا مصير هبنوتايز 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 لالإنفرميشن سيستم اللي عم نعيشه اللي هو مليء بالدسنفرميشن مليء بالكنسپيريسي مليء بالفاك نيوز في شعلي هول الهاهاز اللي تطلعوا وقت توفى من وين كانوا جايين التويتز كان جايين الهاهاز وقتها شفناهن شفنا انه اكشلي فيهم اسامة اندونيسية ماليزية so it's a service انت بتستأجره هلا على الانتنا بتدفع ميت دولار بتاخد ميت reaction بتحطي على انستغرام هذا دفع كلمة يقدر يشوفه صورة واحد بالزبط بالزبط كل شيء ممنهج رألك يعني أنا كنت من ناحية digital media literacy مش digital media literacy طرعت علي أنا وصغير وقتها شفت بي بيقراش ست سامة جرائد كلمة يقدر يوصل لخبر واحد بس سؤال إليك وانت كيف فدت بهذا المجال ليش ليش هلا فايت بكل والتفاصيل تحكي معنا فيه لأنه بعتقد حياتي المهنية وصلتنا لهون وتعرفت بي نص حياتي المهنية في حياتي المهنية في حياتي المهنية في حياتي المهنية تعرفت على شخص اسمه أدويرد بيرناز أدويرد بيرناز هو The father of propaganda تخبركم هكا قصة صغيرة عن أدويرد بيرناز الزلمة لحسن حظه كان عمه سيغمينت فريد بعد الحرب العالمية الأولى راح زاره لعمه بفرنسا كان جايبله هدية كيوبين سيغار عطايها لعمه عمه عطا In return introduction to psychoanalysis من بعد ما أري أدويرد بيرناز صار مهووس بفكرة The irrational forces The hidden irrational forces That drive human brain فرح رح يعمل experimentation على هيدا الموضوع وكيف بلش يسأل حاله السؤال كيف أنا بقدر طلع مصاري من هيدا الموضوع فبيظل الـ experiment طبعا واحدة من أهم الـ experiment اللي عمالها بيرناز واللي انشهر من وراها هو وقت إجا جورج واشنطن هليا اللي كان مسؤول عن Tobacco Corporation بأمريكا قال له لبيرناز قال له في عندي أنا في عنا هلأ الـ context بأمريكا إنه فيه تابو كتير كبير على موضوع النسوان والدخان نسوان وقتها بأمريكا ما كان بعد مسموح صوشيلي يدخنه كان فيه تابو ما كنت عارف وهذا الشي نحنا من عين لياها وهذا الشي نحنا عم نحكي بـ context إنه فات أمريكا بالحرب العالمية الأولى بـ 1917 الرجال بأمريكا تركوا المعامل اللي كانوا يشتغلوا فيها بنص الـ industrial revolution industrial complex اللي كانت أمريكا فيها تركوها وراحوا على الحرب مين حل محلهم؟ النساء 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 راح يتحلط محل القوة العاملة الرجل ودا كان في هذه الصورة أنه نستطيع فعلها بالضبط فكان هذا وقت وطلبوا منه التوباكو أنه يا أدويد برنيز لقيلنا حل كيف نكسر هذا التبوت يصير دخنه ونبيع أكتر ونبيع تركيب لأنه كان يعرف متودوليجي وكان يعرف الفيديو التبوت راح لعند أبريل يلي هو واحد من الفيديو التبوت في أمريكا وسألوا ما يعني دخان بالنسبة للبنات قال له أنه سيجارة تقريب تقريب الانيرجي تقريب تقريب وإذا بتقدر إذا بتقدر أنا هي بعرفة بي 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 سايكو أنا لن أعرف أنت أرقيل بوختتيف فقال له إذا بتقدر تلاقي الانيرجي بين أنه الانيرجي وتكسر وتتحدى هذه الانيرجي من خلال الدخان بتقدر تكسر فبدأ سايكو آناليست مثل أعبرل وبدأ كرياتيف عنده هيدا البعجرون مثل أدورد بيرنيز وشو عمل أدورد بيرنيز بي بيعملوا بنيويورك كل سنة إيستر بريد نهار أحد بينزل وبيعملوا إيستر بريد بينزل علي مئة ألف شخص بنيويورك فزي لما شو عمل راح استأجر أشخاص بنات قال لهم وقت أعطيكم سينيال أنا بتشيلوا دخان من جايبتكن وبتوالعوها in public وراح قدام العالم بنص البرايد بأول البرايد وراح حكي مع الجرون قال لهم في إيفنت رح يصير بهالوقت بهيد الساعة بهيد الساعة ومش بس هيك راح حط الفوتوغرفرز تبعوه وزارعوه بين الجمهور إن كيس الجرونلس ملحا ويخطر الفوتوز يكونوا موجودين وطلع الكامبين الأورتيكل اسمون طورش الوصول تغير أوف شو يعني ايجا اليوم ايجا اليوم ايجا طبو حولوا لها الساعة مدير النص الساعة 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 أنا بدي برهن حالي إني موجود ومستئلة ومستئلة الساعة فهيدا اللي عمله عدو بنانيس قدر جيب هيدا القوة الخفية في دماغ الإنسان وحوالها لربحة لربح منه هذا الشيء ليس نحن نسموه من هناك بلاشت كنا نشوف من قبل دعاية سيارة كيف كانت تكون كانت تكون مدرسة مدرسة كفاكت لا نشوف هك نشوف شخص مع صاحبته يحبه بعض وها هي يحبه الإنسان يحبه الإنسان يحبه الإنسان وهذا ما يعرف يلعب عليه برناس هذا الشيء ينطبئ على كل بزنس على كل سكتور أنا بالنسبة لإلي بشوف كل شيء يعلق في دماغنا كان في شخص مثل هيدا الزلمة مهندسوا ورا الكواليس يعني إذا هلا بدنا نسأل شو بتتذكروا من حرب العراق نتذكر وقت أسقطوا تمثيل صدام إحسان صح؟ طيب، ليه ما حدا بيسأل ليه كانوا الصحفية بالشاراتون وبالستان هوتيل على باردعيس سكوير وقت الفاتوا جرافة والباب الأمريكانية ليه كانوا نطرينهم؟ ليه طلع العالم الأمريكاني بعدين طلع العالم العراقي مع بعض ونزلوا صدام ما حدا بيسأل إذا هوذ القصص صاروا كانت مدروسة تذكر وقت الواجد نعم وقت الواجد عبارة عن تذكروا تمثيل هذا كمان سيمبل الانتصار كله سيمبلزم يعني طيب، كيف تتاول مناعتك ضد البروباقاندا؟ كيف اليوم في لبنان نحنا فينا نطلع من هذا السيستم يلي كمان تحول من التراديشنال ميديا على السوشيال ميديا لأنه اليوم السوشيال ميديا كمان منقول دائما للناس أنه روحوا على السوشيال ميديا لا تعرفوا شو مظبوط عم بيصير شفنا أنه في ايكو شيمبرز في كمان ميديا في نيس صاروا صحفية في نيس صاروا حكمة من ورا الكورونا في نيس صاروا هن هن تبنوا الثورة وصاروا هن بيعرفوا كل شيء وبيفهموا كل شيء وبينتقدوا كل الناس فاليوم واحد كيف بيقدير يعمل إذا ما عنده وقت قبل كنا نقرأ عدة جرائد مثل ما كنا نعمل بيك أو نحنا كنا نحضر عدة محطة تلفزيون هون اللي ما فينا لأنه أصلا ما بحيطك تعرف في الحقيقة حتى إذا بتحضرهم كلهم إذا ما عندك وقت تعمل فاكتشيك أو تروح تشوف عدة عدة ميديا لا تفهم شو عم يصير واحد كيف بيعمل؟ أعتقد الأضبط للموضوع هو وقت اللي كنا عم نشوف سحر وقت اللي كنا عم نشوف ساحر عم يطلع أرنب من البرنايتة طبعه نحنا إذا بتشوفوا هلا عرف كيف دغرف فاكرت بينابيه بره وقت اللي نشوف هيدا السحر مننبهر بالأول مننبسط نقول أوف شيء مش طبيعي ولكن إذا بعد خمس دقائق بنرجع للسحر بيفرجينا كيف عمل؟ كيف عمل؟ تستسخفيا للموضوع وقت اللي تبدأ بالموضوع إيه وساعتها إذا هذا السحر بيعمل زيت ضربة مع حدا تاني تستهبل هيدا الشخص كمان كيف أنت قدرت توقع بهيدا الفخ؟ كمان بالضبط أهم شيء نفهم السحر وقتها نفهم أنه هيدا بروباجاندا هيدا سين هيدا سحر منبلش نطلع فيه بلا judgment وبلا emotional attachment منصير نشوفه منصير نسأل شو فيه behind this مين كاتب الارتكل؟ مين كاتب الموضوع؟ هيدا أول step حتى نعمل critical thinking وما تتأثر وما نتأثر وما نتأثر وما نتأثر اليوم هي second step صعبة فيه كتير تنعالج الموضوع فيه كتير steps فيه steps on policy level يعني أنت بالقوانين مفروض تعمل القوانين تحتى نمنع conflict of interest صح مفروض كمان نحكي مع big tech companies تحتى تغير هالالغوريتم أنه هالالغوريتم اللي مبني على profit based system اللي هو بس بيفرجيك اللي أنت بتحبه حتى تضلك على البلاتفورم هيدا الشي بدو يتغير ما فينا نضلنا بس على القنين بهيدا الشي اليوم إذا ما ننشوف بالنسبة للتطرف و يعني كيف كل حزب وكل مجموعة بتضبضي بجماعتها اليوم بدو يصير فيه تنفيس يعني بدو يصير فيه أرار ويصير فيه ويصير فيه وبعدين في عنا بدنا التكنولوجيا راح تخولنا لنصير بمطرح انه نقدر كل شيء fake news كل شيء نصير لحاله يعمل له فلتر اوت بس هذا كمال شيء كتير خطر هيدا شيء كتير خطر في كتير ديبيتس عليه بين سكولرز ما حيلله رأي على الرقابة مش معتبر من المين ستريم فيه يصنفو ك fake news وكتير ديبيتس مثل ما كنا عم نحكي من قبل عن جو رغم مضبوط ومشين هيك كلها وحتى لو نعملوا أهم شيء the individual media literacy the individual critical thinking يعني قد ما عملت policy وكذا إذا سمعت من جوارتك misinformation وانت تصدق هيك قصص بتصدق فأهم شيء كل شخص individually بالمدارة سيكون فيه توعية هالموضوع بالجماعات يكون فيه توعية هالموضوع تصير فيه مجتمع واعي أنه نحنا نحنا بها العصر نحنا بعصر too much information بنا نعلم العالم كيف بصدقه شو ال information اللي يخدوها وشو اللا ما نعلمون هيدا this is the best بقدر أعطيكم مثال ليس خاصة بالميديا بس خاصة بكيف اليوم نحنا وي deconstruct مثال كيف منكسر شيء مؤمنين فيه أم اخذينه لتصرف بالألف وتسامية وتسعين سوف أخذ سوف أخذ كتابة لتصرف حتى ما تكون بحكي أسامي غلطه والمشاهدين يدروا يفوته شخص اسمه شخص اسمه شخص اسمه عزمه فلوريدا قال له بدنا نعمل كامبين حتى نخفف نسبة التينيجرز يلي بدخنوا هيدا كانت 1990 دخنوا دخن عادي دخنوا دخن عادي ليس مثلنا فالليسال هو انه فلوريدا أخذ الدسجن انه ما نخفف الدخن عادي وعادي ووقتها بالألف وتسامية وتسعين كان فيه نيشن وايد بالألف وتسامية وتسعين كان فيه نيشن وايد كامبين بأميركا وبرشور من الببليك انه أول شيء ما بقى تعملوا دعايات للتوباكويندسيو على التيفي والعيديو تاني شيء انه استوديس كانوا واحد على خمس موتات عم يصيروا بأميركا هن منسبين للدخان واحد على خمس كانوا عم يموتوا من وارد الدخان بأميركا كانوا ومع يموتوا من وارد الدخان ومع يموتوا من وارد الدخان لذا كانوا يجبوا 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 أنه بالممو تابع فليب موريس ممو كان كاتب أنه من البيانات التي يظهرون بفليب موريس فليب موريس كانت بفليب موريس بفليب موريس بفليب موريس أنه مصبوط مصبوط كان فريد فلينستون و بويني روبل جو كامل جو كامل بالأسود وأبيض بعد ما بتعرف فلينستون كانوا كانوا يسوقوا السيارات كانوا يسوقوا السيارات بإجريهم فأكيد بيتعبوا الأشخاص لما بيكونوا يمسكوا السيارات بإجريهم في بعض الوقت كان هو لا أعرف جو كامل ريخينا حطين دهرهم بقتد حد السيارة ويدخنوا سبجير فريد فلينستون كانت في Lucky Luke فليلوك نعم حسن سيكون لحسن والإمتال بيع شيئين نعم بعد أن العمل كان كلák أحسن انظروا ل التحديات فإنما يتحدث عن تدعيات قوبي للمرغبا صحيح مع الموسيقى هكذا seal الآن كيف أحسن أنا بدي أنا بدي هيك حيات أنا بدي أخذ هيدا بس انتبه هنا هلأ صورنا بمرحلة كتير دعاية عم تحكي عم نحكي عنها دعاية عم نحكي عنها كانت بمرحلة لاحقة جدا وتطور بس قبل كان في حكمة حكمة يطلع يقوله هو حكيم قلم عم بقول نحن بننصح لكي سترايك أحسن من غير هيدا للقلب بيكون في أثلة ودد السترس بيكون في أثلة عم بيركد كان يكون عم يدخن دعاية الدخان بأمريكا عن جد قبلها الحقبة كانت هيك كان في دكاترا عم ينصحوا العالم كان في أثلة عم ينصحوا العالم هيدا قصة الدكاترا كيف موصفين يعني يوزفون هنا شفناها كمان مع اللوبي ضد السكر حالات ديابيتز وصلت العام بتسأل أسئل ليه نحن عم نموت من ديابيتز اللي صار في كتير هؤلاء حالات و اللوبي للسكر ما بعرف شو هو كان بس غير السردية إنه بدل ما تكون ضد السكر صارت تكون ضد الفات وبعدين لاحظوا إن الفات شي منيح لقلك ترانس فات أكيد شي منه منيح بس فات شي كتير خطر لصحتك وسكر ما خصوا بالداء لك بكل هود القصص يعني استعملوا استعملوا تكنيكينا والعالم يعني بالحملات ضد السكر بالحملات ضد الفات وبالحملات ضد السموكينج شو كنا بيستعملوا الماركيترز عادة كلا إن د action don't do not smoke you do not smoke it will give you a lung cancer it will give you cancer ok شو يعني health don't smoke because it will make your teeth yellow راح تعمل سنينك assumption vanity don't smoke لأن you will be let out ok راح social أو don't smoke لأن Recebers ت sworn atf eh مثلا exactly المترجم للغرور الغرور نحن لا بدنا هذا ما يحدث معنا ولكن من منكم قال لحدا من عائلته ما ش تأكل سكر معك سكره ووقف هذا هيك تربي ولدك إذا تمنعه يعمل شي رح يعمله مرغوب إذا تفسر له أحسن تفسر له ليه مش لازم هيك بهذه الطريقة حتى هيدا كمان ما بتثبت بتاعتي أقلك ليه بال2018 بروكتور ان جامبل كان عندهم سمول بي ار بروبلم شو كانت البي ار بروبلم كان سهل لهم خمسين سنة عم يشتغلوا على ديترجنت تابلت لاندري تابلت تحطون بالواشنج ماشين ما كانت عم تثبتون خمسين سنة بال2018 قالوا عملنا فورميلة طلعهم لوانين حلوين بتكبه هيك والبلاستيك ديزولف انتو الواشنج ماشين وبيمشي الحار اللي صار هو انو دفعوا مية وخمسين مليون دولار ماركيتنج سموها under the تايد بود براند وشو صار بها تايد بود اللي صار هو انو بيوصل واحد على أونين أرتكيل تعرفها لخابرية مخبرة مخبرة يوصل واحد أونين أرتكيل بيكتب بيعمل فلاج بقول الله ساعدني مثل الحدود يعني انو أرتكيل سخرية عم بيتساءل منو شي واقعي عم بيحكي عن الموضوع اي شو بيصير بيطلع بيقول ساعدني الله ساعدني سوف ألت تايد بود انا انا حاخذ هادة التايد بود راح ايكلها والله يسطر وبتصير التالي على صوشيال ميديا تايدبود ايه تايدبود ايه تايدبود ايه انقلبت مئة وخمسين مليون دولار 控ين لا لماذا العالم التأخذ للتايدبود للعالم تظهر العالم بدأت الموت أنتمت كما تمثل كل العالم تحصل على الالتحاصية المشكلة شو صار وفقاً بحقاً 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 وفقاً مثلاً مثل ما أنت الآن قلت ما تقول له الولاد؟ أنه لا تفصله بغير طريق لا هذا هو مدينة 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 شيء كثير لا تدري صح فقاموا وعملوا كامبان وقالوا لا 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 يمكنك فرقاً قالوا كل الناس إنها فرقاً وبالآخر ختموها ب السلوغان كانت طبعاً اللي عملوها بدك أكتر من هيك فشو برأيكم صار؟ أكتر صار مين اللي ما بيموت صار أقوى البطل ما بيموت ما البشر حمير 4 days later 4 days later الـ Google search وبالآخر ختموها طلعت 700% عم بيعملوا search لتايتبوت مش تحتى يعرفوا how to prevent the whole situation بس تحتى يشاركوا بترند يعني عم بيقولوا أنه طلعت in a dozen days following the tide announcement there were twice that many within a few months the number had more than doubled that of the prior two years combined so basically مش بس مش بس العالم فاتوا صار يشوفوا على تارفوا من طلع كمان research search engine لمين كانوا عم بينابشوا العالم على poison centers بالـ US العالم صاروا عم بينابشوا على poison centers لأنه مسممين لأنه شاركوا فيها بآخر سنتين ما كان جايهم هلقد عدد عدد إصابات من وراء الـ campaign زادوا من وراء الـ campaign اللي كانت عم تقولهم بليز ما بقى تاكله الحالات الـ poisoning زادوا حالي شو منستخلص مننا هيدا لسه إنه إذا بتستعمل رسالة رسالة هكي ذات سيزة هيدا أضربش فيك تعمل ما فيك تقول لا لأنه في reverse psychology مثل ما بيصير بالأولاد لأنه الممنوع المرغوب ولأنه كمان نحنا في عنا بدماغنا شي اسمه anti persuasion radar دماغنا كيف بيتصرف إنه كل ما واحد يجي إلنا لا أم عمول أم صوت أم ما تصوت لحدا دماغنا لحاله بيعمل red flag هيدا عم بيفوت لي idea على راسي في عنده شيء intention بيحدث ايه عم بيجري بيخدر شيء نعمل block هيدا هيدا رادع هيدا defense mechanism عنا ايه موجود بعقلنا بس بدي زيد إنه عشانك لما نحنا نكون عم نحكي مثلا بسياسة بلبنان بعدين ما نقول إنه ما تصوت ضد الطبقة السياسية لازم كمان نحنا نقترح بديل بدين ما تصوت ضد سوت لهم 100% بس ليه هيدا هي اللي كنت عم بيحكي عن الأولاد أنا إنه ليه لازم تعمل هيك مش ليه مش لازم تعمل هيك هيدا كنت عم بقول له ايه بيروحوا على محل معيان في نيرسيس في دكاترا في عنا بتحتم فيهم بالضبط عاملوا كمان على نيرسينج هوم وشافوا عاملوا في جروب معين قالوا له انت بتضبط القوضة طبعك انت بتحتم بالبلانتز طبعك انت بتعمل كل شيء انت بتعارف انت بتنقي ايام تبك تتغدى انت بتنقي ايام تبك تتعشق وراحوا على جروب تاني بقلب النيرسيي نيرسينج هوم وقالوا لهم اه اوكي هيدا القوضة نحنا متضبط لكم إيها مطعة الرهم البلانتات نحنا منصئي لنصئي الكنيهم مطعة الرهم اللونش على هالساعة دينور على هالساعة براكفست على الساعة الكتير انترسينج بهذا الموضوع انه شايفوا انه المورتاليتي رايت بالمحل نسبة الوفاة نسبة الوفاة بالمحل اللي ما كان عندهم قرار على حياتهم ايجينسي كانت اكبر بخمسين بالمية من الاشخاص اللي كان عندهم اللي كان عندهم فول كنترول على حياتهم يعني الشخص باسيكلي اللي كان عم بيقدر يهتم بحياته يعني كنت عم بيدب تخته اللي كان عم بيسق الزريع اللي كان عم بيقرر سكتجول طبعه كان يعيش اكتر من الشخص اللي كان قاعد سوري على طيزه وكل الامور هولي كانوا مهتمين فيهم بالضبط كان حدا تاني سوري مهتم فيهم وما تبدو بيبرهن؟ بيبرهن أدين إحنا كبني أدمين ويشعر من حب شعور الاجينسي نحنا نسيطرين على حياتنا نحنا نسيطرين على حياتنا نحنا نسيطرين على حياتنا لذا ترجع لموضوع الدخان في موضوع الدخان وعطا اجو جابوه لتشوك قال له في عنا نحنا مشكلة إنه بموت من وراء الدخان وكل التينيجز بدخنوا بالمدرسة ما يجب أن نفعل؟ جمع 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 وعمل وفهم شو اللعبة واحد منهم قالوا شو لازم نفعل؟ واللي طلعوا فيه هو شو عملوا؟ بدل ما يقولوا لعالم شو يعملوا؟ بس حطولوا الفاكتس قدامهم قالوا لون اوكي التوباكو اندستري هيدا التاريخ طبعا بلشت كانت تجيب اكترس تعملون حكما يدخنوا كانت تروح فيه ماموز بيقولوا إنه الولد إذا ما دخن من هو صغير ما بيدخن عن كبر سو بدنا نخلي الولاد يدخنوا عملوا كارتونز عملوا ما معرفة تتذكرين هيدا كان فيه علكة علكة على شكل صدارة ايه مزبوط ايه على شكل صدارة انا كتير حبونه ايه ما عليك مش ليك بتدخلي معادي لا هيدا هل تفهم ماذا الآن؟ نعم لا نعم 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 لا نعم نعم قالوا لهم ماذا ستفعله بالموضوع هل تخيل إذا كوبي براينت كان يدخن سيجارة؟ أكيد كان هناك الكثير من العالم يدخن كوبي براينت نرجع لفكرة أنه عندما ترى السحر لكن أرى لكم الأشياء الأشياء تابعة هذه في قليلاً أماماً كامبانة الحقيقية كما كان الناس المتحدث أخذ أكثر من 30.000 فلوريداتين éis منذ العمل سيجارة أكثر من andra سيخصري باللغباء الأخدر أسجل أكثر من قومة ألأ هو بالنسبة الآن العقلية التي في القونة كان العقلية السيجارة أعلم يعرّلتكم أسس hè هذا فقط لأنه غيره السردية بدل ما تكون السردية سلبية صارت سردية إيجابية بتخليك أنت تتحكم بحياتك بتخليك أنت يكون عندك كنترول لأنه عندك الفاكت وفرجوك السحر فرجوك كيف نعمل السحر هذا اللي يجب نعمل أنه اليوم باللبنان سياسيا قبل الانتخابات مضبوط يعني نفرج الناس شو عم يعملوا 40 سنة كيف متوطئين بين بعض مع المؤسسات الإعلامية هيدا عمل هيك وهيدا عمل هيك وهيدا عمل هيك وهيدا عمل هيك ونعطيهم الفاكت وإنتوا قرروا بعدين إذا بعد بدكن صوتو لهم من بعد كل هول التفنجات يلي عملونا إيهون من عدل أكيد السرقة وهيكي بس كيف وصلوا على السرقة على الكوروبشن على كل شي على الفساد وهيكي وقرروا مش هيكل لازل نعمل ما بقى تسمو حدا حلا عم نعملها صار في كم ميديا زاوتليت عم بيعملوها بس كمان ما بقى تسمو حدا خروف يعني إذا إذا نحنا كنا خوريف صرنا كنا خوريف لأنه في أدوات عم تستعمل بشكل ممنهج بشكل يومي ضدنا كرمين نحنا ما نقدر نفكر خارج سردية معينة فكنا خوريف نصبت وكنا فينا نطلع منا يعني مش مثلا ما بقول كنا خوريف بس نحنا عايشين بهس يستام نحنا قالنا بالأول أنه اللي بيحضر أو تيفي هنو على العالم بيحضر أو تيفي المنار أنا بالنسبة لإلي عندي شعور بالزبدك مش شفقة ما بدي أقول شفقة بس كتير بتفهم كل العالم المطرح اللي هن فيه يعني أنا كتير بتفهم واحد يعيش بجنوب ليه مع حسب الله وكتير بتفهم ليه حدا طريق جديد أم حدا قوات أم حدا بفهم مع حركة أمل أو مع الاشتراكية لأنه بعرف قدي تأثير طبعا السيستام علينا قدي تأثير السيستام علينا قدي تأثير البيئة لحوالي ما أنت خيل مش لأنه أنه إذا أنت عندك تفكير معارض وأنت ببيئة معينة تعرف شو بيصير فيك لا تساي هاد الزلم عنده الجرأ وهذا الشخص عنده الشجاع يطلع برد بيئته لا تساي تعرف شو بيصير فيه بينعزل بيتخون بيبطلوا يحكوا معه رفقاته العالم بتقرب كرميل شو؟ كرميل بس يقول ثاو 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 را وهي صحيح هيدا نحنا مش نهيك نحنا أول شيء ما فينا نختلف بالرأي لأنه كل خلافنا هو مش رأي هو انتماء وعقيدة وإيديولوجي وتاريخ وتاريخ هيدا المشكلة وكل اختلاف بالرأي بتحول ل لمشكل وجودة بالبلد لك في شغري بس بركي تانجنت صغيري رالف حكينا عن تأثير الجيش الإلكتروني على شو عم بيصير وأنا اللي بيضحك أنه عرفت من أول سبعتها الششرين ومش من أول بركي بعد جمعتين ثلاثة أنت شو بتعمل وكل ما بيكون في شيء حدث عم بيصير بحكيك أقول لك لك خيي عم شوف هيدا الشي شو عم بيصير بالكواليس صار خلص صار أوتوماتيك أنه احكيك دقلك حتى إذا ساعتين ثاني الصبح أنا شايف شو شايف أو 100% حتى إذا بدقلك ساعتين ثاني الصبح بتقلي مواني اللي عم تفيقني لا بتذكر أنه وقتها صارت أحداثة طيونة وأنا وميديا كنا وقتها يعني كان نهار بيقرف كان نهار مخيف لأنه كنا أنا وياكي لازم نجيب ابنك غفايل من المدرسة وهو المدرسة حد الطيونة وكان في عشقة شفنا أول ما صلنا على المدرسة كان في عالم عم تمسك أولادة وعم تركض وفي شي بيصير لما أنت خي بسمع صرخات ولاد وأربيجيات عم تفعع بذات الوقت هذا بعتاد شي من أخوف الأصوات اللي فيك تسمعها مش صوت والتاني لا بوث تجاذر عم تسمع ولاد عم تصرخ وأربيجيات عم تنفجر ووقتها مش الحال وتطلع عنها وكل شي لأنه كان في شي مخيف عم بيصير كان في العالم عم تتقنص عم تموت كان في أشخاص عم بيقوصوا على شي نحنا مش شايفين شو هو وبذات الوقت كان في شخص حده لهذا شخص اللي عم بيقوص وعم بيغير مشط كل خمس ثواني عم بيدخن سيجارة عم بيدخن سيجارة هو وشخص لحده عم بيقوص على شي تعاف أمتى هذا الشي بيصير تعاف أمتى بيكون في واحد عم بيدخن سيجارة وشخص تانا عم بيقوص بذات الوقت بمحلات وين أنت بتروح على شوتي وعم بتقوص ليه لأنه بتعرف أنه الشغل اللي عم بتقوص عليها ما حترجع تقوص عليك صح هذا الوقت عم بيزياني ما في شخصتين عم بيقوص عليك من الآخر كان في عالم عم بتقوص كان في حالة فوضى كان في حالة فوضى العالم عم بتقوص يمين شمال العالم عم بدخن سواجير حدون بس ما حدا بيعرف شو صار دخل العالم ماتت تقنصت وروح وشو هذا بعين دقيت لك قلت لك خي عم شوف عالم عم بتموت يمين شمال وعم شوف عالم عم بدخن سيجارة شو صار أنا ما بقدر أفصل حدث الطيونة بالأحداث اللي صارت قبل الحدثة وخلينا نتذكر الأحداث اللي صارت قبل الحدثة كان قبل بكم يوم نزل مسؤول ارتباط بحزب الله على عدلية ووجه رسالة للقاضي بيطار عبر صحفية اسم لارا الهشم كانت بوردر لاين تهديد إنه أبع القاضي بيطار رح نمشي معك والأسهل رح نقبعك سبعيزك لهايدي صارت أول واحدة علقت بالرأي علقت بالنموار تبع رأي العام بالزاكرة تبع رأي العام أكيد طلعوا اللي مع السناءة واللي ضد السناءة يحكي إنه هل هيدا شي مزبوط ولا هل هيدا شي مزبوط أنا بالنسبة لأي رالف بيدون بجزوم إنه لارا الهاشم مش هتكذب بهذا الموضوع صحفية I know her بعرفها وبعرف أدماء أساسين كتير مني صحفية بشغلة أي مؤسسة لارا وإدماء بيشتغلوا مع الالبي سي كانوا بيشتغلوا قبل تاناتون أو تي في وعرف بالضبط إنه هؤذي الأشخاص ما معقول يطلعوا خبرية سبشيلي مع إنسان مثل رئيس الارتباط بحزب الله اللي صار من بعد إنه بيطلع الأمين العام للحزن بيأعنف هجوم ضد القاضي بيطار وعم بيقول إنه صار الحاكم بأمره وإلى ما هونالك بيسيس الموضوع وعم بيسيس الموضوع سو أنا أنا كمواطن عم بيسمع لهالأشخاص عم شوف إنه أول شي في مسج تهديد يعني أنا بدي كون ضده عم بجهز موقفة أنا ضد هالموضوع أنا عم شوف إنه في تسيس للموضوع طلع الأمين العام حكي أنا خلص صرت تقريبا مقتنع بالموضوع بيرجع المرحلة السابقة المرحلة اللاحقة حسن خليل علي حسن خليل بيستضيفوه على الميادين قبل بنهار من المظاهرة اللي كانوا عم بيدعوا عليها إنه بدنا بدنا ننزل نعمل تحرك الشعبي وعلي حسن خليل بيقول إنه نحنا مستعدين لكل الاحتمالات بما فيها التحرك الشعبي وقبل بنفس نهار كان وزير السقافة بيخبط إيده على الطاولة بمجلس الوزراء وبيقول له بيقول إنه أنا رح أنزل أنا وحسن خليل على الكورنيش وخلي ابن مراي وقفنا هيدا سربت من محاضر مجلس الوزراء أصلا أصلا هيدا عم نحكي نحنا بيهو كله نسيكونس وراء بعض يعني كان نحنا بهالجو التشاحن بالبلد كان الطيار الوطني عم بيهدد إنه منفكس مارمخايل كان طلعي عن رئيس الجمهورية إنه عم بيقول إنه ما في حدا يعطي المجلس الوزراء هيك وما بيحقل له وزير السقافة يهدد بهالطريقة لحديث ما كمان سامير جاعج عبي طلع بيحكي بيقول أدعو الشعب اللبناني الحر ليكون مستعد لإكفال عام شامل سلمي في حال حاول الفريق الآخر استعمال وسائل أخرى لفرض إرادته بالكوة عنا جاءوا كل السياسية عم بيحضروا حالهم لأزمة وبيرجع يسرب على واتساب فيديو لها محمد غازي زعيتر محمد غازي زعيتر هو الشخص الوسيط بين شركة روسوس والمكتب بارودي محمد غازي زعيتر ابنه لغازي زعيتر وزير يلي هلأ مرشح الانتخابات يلي هو متهم وهلأ مرشح الانتخابات هو علي حسن خليل ابنه كان بكفيات الضاحية قبل بنهار عم بيجيش للتحرك تاني نهار هو دي كل الألمنتز كانوا عم بيصيروا صارت المظاهرة بالطيونة وطلع أول ضربة الساس أول ضربة الساس طلع كلنا شفنا أنه الجيش شفنا بالفيديوز أنه الجيش طلع أول ضربة الساس ورجع طلع استثمارات سياسية من القوات وبعدين استثماره وحسب الله أنه هو دي القوات أنا إذا بدكم تسألوني هل كان فيه عرار قيادة لا التصدي لا نسينا نحكي أنه كان فيه سبع أيار هيدا كل كل شوي والتاني بيطلعو لنا على تويتر سبع أيار ميني سبع أيار هو كان سبع أيار مثلا بوقت الخلدة كان كمان فيه ترند على تويتر سبع أيار كان ترند سبع أيار بوقت الطيونة ولكن استثمار السياسي يجي من بعده حتى نقطفة شو بده الرأي اللي عم يسمع هلأ بده الرأي اللي عم يسمع أنه ياس تصدينا فإيه مني سبع أيار ولكن أنا إذا بتسألني إذا كان فيه قرار قيادة أنه بدنا نعمل حرب وبدنا نتصدق ميليتاري أنا لك كيف بشوفها أنا بشوفها أنه اللي بيعرف المناطق بوست سيفل وور اللي بيعرف كيف تركيبة المناطق في لبنان بعد الحرب الأهلية بعد الحرب الأهلية رح أحكيك عن الإجزامبل هيك الإجزام أنا ربيط بمنطقة مسيحية بعد الحرب الأهلية كانت ضائعة صارت مدينة هيدا المدينة كيف صارت تهجروا المسيحية اللي خسروا الحرب من ضياعهم ومن مناطقهم وطروا يقعدوا بأطراف المدينة ببيروت نحنا كلنا فتنا عن نفس المدارس مع بعض يعني تقريبا أربع خمس مدارس بكل المدينة كلنا بنحكي بنفس اللهجة كلنا بنحكي بنفس طريقة كلنا كان حديثنا نحنا وصغار عن الحرب كل سكرة كل قعدة كل جلسة نسترجع فيها كأنه نحنا عايشين الحرب وكننا دايما نسمع بغير مناطق المناطق اللي فيها اختلاط مسيحي إسلامي كنا نسمع عن مشاكل مشكلة بالنبعة وسن الفيل مشكلة بين عرمانة والشياح مشكلة بين أشرفية ومدروان كنا هيدا اللوجيك كنا دايما بيراسنا دايما فيه دايما دايما فيه وكان شو دايما مترافق مع هيدا الكونفلكت يلي هم الأغاني طبع الأحزاب اللي كان أهلنا من مين لقلون الأغاني هي العسكرية الأغاني العسكرية والسطوغونات العسكرية وإيجاج الع naval واليونيفورم والبدل الزائتي والفلاكز كل الفيجو سايينز يلي بعالقوك بهيدا التفكير اللي بعلقونا بهذا التفكير كانوا موجودين قدامنا كان حياتنا اليوم اذا بتنزل عيان رماني بتشوف صليب مشتوب صور سامير جعجع بالبدلة العسكرية الشهدة تماثيل للشهدة طبع الحرب الاهلية بنسمع غاني قوات بنشوف في حتى بالكولتش طبع اتياب باللبس بنشوف عالم تلبس فيلدات قوات عمرينجيرات التعمة هاو دلساينز اللي بخلونا نآمن ونعتقد هلا نحن عم ناخد هيدا التفصيل بس تفسلكون نقطة بس أكيد بكل الأحزاب في نفس الشيء سباشي للحزب العقائد عم نحكي عن أحزاب العقائدية اللي عندهم تاريخ اليوم بعان رماني ما كان وقته باي دواي شو صار بهالسيقونس الأحداث كان فيه كمان voice notes circulating على واتساب بيقولوا الـ voice notes كان عم بيقولوا انه شباب حركة أمل قولوا لهلأ لكل الشباب ما حدا يطلع من بيروت ما حدا يطلع من بيروت ما بتعرفوا اي ساعة الايادة بتطلبكن هاو دي الـ voice notes كانوا عم بيوصلوا لوين هاو عم بيوصلوا لكمان الشباب اللي عادين بهيدا الحي التاني اللي دايما فيه تشنج بين بعض وعم بيسمعوا انه لا معقول يكون فيه شي وبالتزامن مع تراند سبعة ايار على تويتر وبالتزامن مع كل الجو الشحن السياسة شو مستنظرين من عالم عايشين بنفس التاريخ تبع الحرب الاعلية عنده نفس الـ elements نفس الصور نفس الاغاني نفس التياب نفس المنطق ما صار فيه reconciliation ما صار فيه صلحة بروجيه واحد مش صاير بين الشيح وعاية الرمانة تاكسي ما بيفوت من هون لهون ما فيه مشروع نقل مشترك ما فيه شي مشترك ما فيه شارع كفيات من هون لهون بس فيه انعزال فيه بس هيدا الحالة الانعزالية دايما بتطلع من وقت للتاني عالم بيشغلوها لانه اتنايناتهم مستفيدين مننا الطرفين شو مستنظرين وقت يصير هيك حالة تشنج مش ضروري الايادة تعطي خبر انه تصده لا العالم منهم لحالهم لانه هلقد مأمنين ومنتميين للقضية وقت يشوفوا كل هالألمنتس of propaganda رح يحملوا سلاح رح يقاوسوا رح يشاركوا رح ينجروا متل ما نجر كل العالم بالحرب الاهلية للإتال نفس الأسلوب اللي استعمل وقته بعده عم يستعمل هلأ ليه الواحد بيمسك برودة وبيقاتل لانه مآمن كيف بيآمن بيآمن لانه أول شي ما صار فيه reconciliation من الحرب الهلأ لانه في عنا كلنا عقدة نقص عنا فاضر بدنا القوة بدنا بدنا ننتقم معنا بنية كل ما عنا باي ما عنا باي الكل ما عنا شي مش نهيك عنا هاي النقص هاي الفيجر هو النقص بحياتنا كلنا لانه نحنا post-colonial country لانه لانه عنا كل هاوض القصص نحنا مننجر نحنا مننجر انه لحيا منعيشه ومنضحي بحياتنا كرمالة شو محول ما فايه هذا شي كتير خضر و طب بعتد هذا السؤال بترحاله يعني هلا عم تقرب مرحلة استثنائية لبنان لهي الانتخابات طب نحنا شو فينا نعمل مثل ما عم بيدا كده عم تقول شو فينا نعمل كرمال او شي لبنى مناعة كرمال نقدر مش انه نكون هالقدسة سبت بالله هيك حملات بس تنقدر نغير شي شو فينا نعمل بهذه المرحلة الاستثنائية نحنا طبعا بوضع استثنائي جدا 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 الوضع الاستثنائي مش بس على صعيد على صعيد سياسة على صعيد وجه لبنان على صعيد وجه لبنان نحنا من 2019 لهلا يا جماعة فالل 300 ألف لبنان من البلد مين هودا اللي فلو هودا فلو الأكسبرتز الكوة العاملة فلت من البلد الحكمة 300 ألف بروفسيونال انا هلا ازبدا عمي بروجيه مش عاملها مش عاملها اكسبرتز من البلد كل اللي قادر يفل واللي دبر شغل برا فال 300 ألف هودا حسب الرقام الأمن العام من هلا ل3 سنين بعد رح يفل 300 ألف بروب بعتدت انا من هلا ل3 سنين اذا ماشي بيتغير البلد ما حينعاش فيه معين من هلا ل3 سنين رح يفل 300 ألف لا لأنه مفي عندك سياسة واضحة تقدر تخلى العالم بالبلد فيه أستيميشن رح يفل هالقدس شو عندك انت فالل فعندك 600 ألف تقريبا 500 ألف خلينا نقول فالل من لبنان هودا القوة العاملة اللي بتشتغل نحن البلد الوحيد بالميدل إيست يلي بيرث ريت طبعه مينس فكر فيها فكروا فيها ميدية نحن البلد الوحيد بالميدل إيست بيرث ريت طبعه مينس 0.6 شو يعني كيف تترجم شو يعني يعني نحن اللبناني مش عم يخلفه وعم بلبنان وعم بفل منهم صار فالل منهم 300 ألف وهلا رح يفل تقريبا نفس شو يعني شو رح يصير من هلأ لأربع خمسين باللبنان نوينج إنه الحكم باللبنان بطاطا نوينج إنه ما حدا حاسي بحساب ولا عم بيحسوا بحساب بولا طايفة كله بيدعي إنه عم بيحمد طايفة طبعه بس ولا واحد منهم عطاني خطة تحتى يخلي طايفته ما تهاجر من البلد اليوم قد ما بدنا توقع إنه في عنا أزمة لجوء سوري اليوم أنا بتطلع أنا شغل بالهومانيتاريين في عنا 1.5 مليون 1.4 مليون سوريين رفيجي باللبنان لجوء سوري باللبنان لجوء سوري باللبنان في عنا كمان عدد من إخوان الفلسطينية في عنا عدد من غير جنسيات اليوم ما في حياة لحزد وحياة لخطة توضع باللبنان ما فيها ما تنظر ما تاخد بعين الاعتبار هيدا التغير الديموغرافي وتلاقي له حل يعني نحن ما عنا منيح مع الانتجري في عنصرية ما بدك أبدا يعني الحرب الأهلية كلها بتقلنا نحن ما عرفنا نعم العنصر الفلسطين ما هذا شارح حيكي نحن وقت يجو اللاجئين السوريين بعد الحرب الأهلية بسوريا ما كان فيه ولا مبادرة نقدر نحن ندمج هؤل الأشخاص بصقافة لبنان لأنه كل واحد خايف على الانتجري على البوطة مش عارفين شو هي الانتجري تبعنا وإلا كنا التغير الديموغرافي لأنه هذا يصير بكل بلاد والتعدو دي ولكن من الفير تبعنا الخوف تبعنا ما فينا سوأنا بتطلع بهالكونتاكس ونحن روصينا لهون هلأ شو لازم يصير بهالانتخابات أنا بحس هاي دي الانتخابات هي آخر تشانس لإلنا لأنه صراحة في ساعة عم تخلص في تايملاين رح يخلص نحن هالوقت طبعا لأنه العوامل عم تقوى علينا لأنه في تغيير ديمغرافي في عن في عن تاريخ تهيجر عم تهيجر فعنا تاريخ معين بدنا حتى نطلع من الأزمة الاقتصادية تبعنا سوف نحكمين بالوقت هلأ نحن المحكمين بالوقت والوقت مش رصال نحن ولازم يجي جروب يقدر يوضع هيد الخطة تحت تخلص لبنان اقتصاديا وتاخد بعنا الاعتبار التغير الديمغرافي وترجع تعيد ترجع تسترجع العالم اللي طلعوا من اللبنان وتأمل هدف انه يرجع امل انه يرجع على لبنان وتسترجع السئة بالمؤسسات كمان هيدا اكيد كله كله مع بعض بيجي كله مع بعض بيجي بس الشي اللي بشوفه انه هلأ واتسلاكينج بقلب العالم اللي عم تشتغل الانتخابات المعارضة معارضة يلي هو اكتر شي انا بركز عليهم لانه صراحة الاشخاص الواحدين اللي بيعرفوا اللعبة السياسية اللي بيعرفوا اللعبة الانتخابية باللبنان هن احزاب اللي خللهم 40 سنة بالسلطة ف ما يتحدث هلأ هو ربح اوباما الانتخابات ب2008 يلي هو شو يعني يعني اول شي بتبلش من انه نعمل وابسايت لإلنا الوابسايت كيف نعمله بروموشن وين اوباما كان نزل بوج مكان الكمبين طبع اوباما الوابسايت جمع مش الوابسايت الكمبين كلها جمعت 650 مليون دولار دونايشن كل الكمبين تتقنع العالم تحت تغير رأي العالم بدك دونايشن بدك مصاري بدك أفرت جمعوا 650 مليون 500 منهم جوا من الوابسايت من وابسايت اليوم دي ما نشتدو بالفعل تماني هو ياخدوا الايميل طبع كل المكترعين ويبلشوا يعملوا انجاجمنت كامبين مع المكترعين بس اذا مناخد الايميل طبع الاشخاص بلبنان انا بقدر اعمل ديزاين لستراتيجي اقدر اوصلوا فيا ايميل فيا فيسبوك فيا انستجرام فيا يوتيوب فيا كل ستريم وبيقدر اكتشيلي مش بس وصلوا اقدر حلل اذا هو بيقدر يتبرعلي حتى اقدر اعمل عمل افلاين بحاجة لمصاري يلي هو انزل دقع بواب دقع بواب بالخندق الغميق دقع على بواب بترابلوس نحكي مع بعض نتشارك بالافكار نطرح مشروع لانه كل شغل الانتخابات اللي هلأ منشوفه انلاين كل الانتخابات كل اللي بيجي افلاين تعرف انا ويكتير حكيم الموضوع معين بكمبين اوباما عملوا 100 deep canvas script شعنى شعنى عملوا اخذوا focus groups وعرفوا مثلا republicans شو معقول يكون الابينيون تبعونا على game marriage ودرسوا 20 argument حتى يعرفوا كيف بدون يجاوبوا على هذا ونققوا اكتر argument بربح اكتر argument بيقنا على كل divisive topic كتبوهم بسيناريو وهذا شي اجابة على التجارب كتبوا 100 canvas script ونزلوا door to door تحت اناعوا republicans بسوين تحت يقلبوا الوطن سيستم انت اليوم نحن بالعصر الكمميليكيشن بعصر الديتا من وراء السوشيال ميديا من وراء البيهيو طبع الافراد طبع الاضيونسز منقدر نعرف مين بحبو مين بحبو يكونوا عم بيحكيوهم شو البرشيس انت تابعون شو السوشيال كلاس تابعون وين عايشين كيف بفكروا كيف لازم نحكيوهم هيدا الشي بعد بعد من عمله بدل نعمل ياللي ناقص بعد بشغل عن انت خبت هلأ ما كتير حكيت لانو عم بتسمع عليك ولانو انا شخصيا تعلمت كتير قصص وفهمت كتير قصص وان انه مهلا مهلا شكرا لك هيدا بس هادي السرد يعني دائل اتليس على السعادة الشخصية قدرت تعطيني مش انو الادوات بس خليت نشوف انو في اصص عم تصير بالكواليس في اصص عم تصير بالكواليس مش لمصلحتي في سردية معينة عم عم يجربوا يطبقوها ما كنا نعرفون كلن يعني ما كنا نعرفون كلن وليزم نحنا نكون حاضرين ونحنا ببوش السلطة بده تعمل مستحيل كرميل تسكتنا وتخلينا نحنا بركة ما ننتخب أو ننتخب غلط و مجرب تقتلنا من الآخر مثل ما شخصنا في أربعة بس هو رالف شكرا على السرد شكرا للكم شكرا لهيد المساحة أنا بس بدأت وجه للعالم اللي حكينا اليوم كتير بالانجليز والعالم اللي بحبوا هيك مواضيع بحبوا أنا بدي اوجه دعوة لكل ديتا ساينتست لكل سوشيال ميديا جورو لكل صوفتوير انجينير لكل ماركتر بلبنان عليكم مشن اليوم في ديجي ترانسفرميشن انتو بتعرفوا تليد ديجي ترانسفرميشن بدأ يكون أول شي ترانسفر لأي سرد ترانسفر لأي لأي ساعدون يعملوا ديجي ترانسفرميشن أنا أعتقد انه متل ما آيسلان بالألفين وثمانه بعد الغلوبال ترانسفرميشن طلعت من ترانسفرميشن بي ترانسفرميشن بي ترانسفرميشن كل الإيقانومي تباعة يعملوا يروحوا بهيدا الوريينتاشن هيك طلعوا هني من الإيقانومي تباعة أنا أعتقد نعلم العالم بالمدرسة ميديا لترانسفرميشن وفلتنا ونرجع فرديتنا رالفو شكرا 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 شكرا